اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص تويتر من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل ثم نضغط على التطبيقات بعد ذلك نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيقات تويتر نقوم بالضغط عليه هنا ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق حيث أن تقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها سوف تقوم بالنزل تضغط على مكان التخزين ثم بعد ذلك نأتي إلى نافذة مكان التخزين هنا تضغط على مسحى البيانات ثم تضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر